هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حقيقي الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرنج نزلت مقطع ماضي عن الشغلات اللي راح تبقى معك والشغلات اللي راح تفقدها مجرد ما تبدأ الان جي بلس او بداية التختيمة الثانية من الراوند تيبل هول ولكن مقطع اليوم نصايح عن شغلات لا بد انك تسويها قبل لا تبدأ التختيمة الثانية اول شي اخوان تشترون التطويرات قدر المستطاع كل التطويرات اللي ممكن تشترونها وهذا يشمل الجرس اللي تحصله اللي هو اسمها بالبيرنج اللي يفتح لك الكرافتينج ماتيريال والصناعة غير كذا والامور الثانية مثل المفاتيح الستون سورت كي وبختصار جمع الايتمات اللي ممكن تحتاجها في تختيمة الثانية ويكون صعب عليك الوصول لها غير كذا عندكم الغريت غريف او الغريت غوست غلفورت وهذا نزلت عليها مقطع هذه تطويرات الاسلحة غير كذا عندك تطويرات المتقدمة اللي هي الانشينت دراجون سميثينج ستون والسومبر انشينت دراجون سميثينج ستون وكان فيه كومنت رح حط لكم اياه نصيحة جدا مهمة من احد اخواني يكتب اياه في الكومنتات بما يتعلق ان تطويرات انك تحاول ما تستعجل في تطوير سلاح ممكن تغيره لان هذه التطويرات محدودة شغلة ثانية انك تشتري كل شي موجود عندك عند التجار او عند التوأم في الراون تيبل هولد غير كذا انك تقتل جميع التنانين بحيث انك تلقى الدراجون هارت منهم وهذا رح يسمح لك انك تشتري الايتمات اللي موجودة في الكاثدرال اوف دراجون مثل الروت بريث تقريبا كان اسمه وهذه شغلات جدا مهمة والشغلة الثانية اللي هي انك تجمع اللارذر تير بما انك متقدم في اللعبة حاول تجمع قدر الامكان حيث انك لو حاب تغير شخصيتك بعدين تكون الايتمات هذه موجودة عندك وفي مهام صغيرة انصحك انك تسويها من التختيمها الاولى مثل تجميع الديثروت التسعة وتعطيهم البيست هذاك طبعا في احد المرات انك يوم تيجي عنده رح تحصله زعلان او تدخل فايت معه ضروري انك ما تقتله في هذه المرة بس توصل هلثه للنص وبعدها يكون الوضع طبيعي وترجع تعطيه الديثروت وطبعا في كل مرة هرح يعطيك مكافأة غير كذا انصحك انك تخلص جميع السايت كويست قبل لا تبدأ التختيمها الثانية او انك تقتل جميع الامبيسيز هذه اول مرة انصح انك تقتل جميع الامبيسيز في حال انه ودك بالدروع او الاسلحة تبعهم لانك كذا كذا انت رح تبدأ الانجيب لس غير كذا انصحك انك تاخذ بكاب سيف او تخزينه سحابية او اي ان كان على حسب المنصة اللي انت فيها في حال لا سمح الله صار معك شي غرض ممكن يكون عندك البكاب سيف وطبعا بديهيا انصحك انك تطور اسلحتك قدر الامكان لان البوسيز مثل ما ذكرت في ذاك المقطع راح يصعبون شوي التذكار او الريممبرنس ضروري جدا انك قبل لا تبدأ التختيم الثانية حتى لو كان في حال ودك انك تمسك سلاحين من نفس السلاح لانه في كل تختيمة تحصل على نسخة واحدة من السلاح فضروري انك قبل لا تبدأ التختيمة الثانية انك تسوي تريد للريممبرنس وبن طبعا عند العجوز اللي موجودة في الراون تيبل هول والنصيح الاخيرة في بعض الكوستات مثل الكسندر كوستلاين او ميليسنت اللي نزلتها في احد المقاطع الماضية هذا النوع من الكوستات كان يخيرك بين انك تختار بين توقف مع هذا او مع هذا فضروري انك تخلص في التختيمة الاولى مرة واحدة هذه الكوستات طبعا كانت فيه طريقة الميليسنت انك تخلص او تاخذ الايتمين في لفة واحدة وما يحتاج انك تختم مرة ثانية لكن الظاهر الباتش نزل وما صار تضبط مع الشباب في الكومنتات وبس يا شباب اتمنى في احد استفادة المقطع لا تنسوني باللايك شكرا من تنسبين القناة والشكر موصولك المندعمني باللايك وكمنت ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته